طيب عندنا نظرية الديوزابيليتي اش بتقول اذا عندنا A and B belong to Z اللي هي الاعدادة الصحيحة with A not equal zero ويسي ذات A divides B يعني A تقسم ال B طيب او شي خلينا نشوف اش الشروط اذا كانت A and B belong to Z هذا اول شرط ثاني شرط A not equal zero ونختار اي عددين من الاعدادة الصحيحة تحقق هذه الشرطين فمثلا A لا تساوي الصفر نختارها ثلاثة والB بتساوي ستة طيب حنقول انه A divides B if there is an integer هذا هو الشرط integer E صاش ذات انه B بتساوي A في ال E يعني الB لازم بتساوي A في ال E صاش ذات انه E belong to Z طيب ستة بتساوي ثلاثة هل هناك عدد صحيح؟ بحيث انه نضرغ بالثلاثة ويكون الناتج ستة؟ موجود طبعا اللي هو الاثنين والاثنين تنتمي الى الزت طيب تحقق الشرط اذا نقدر نقول انه الثلاثة تقسم الستة ونرمز لها بهذا الرمز ثلاثة تقسم الثلاثة تقسم الستة كمان ويسي ذات A divisor of B and A factor of B تمام؟ يعني الثلاثة حتكون عامل من عوامل الستة طيب عندنا مثال ثاني هل الثلاثة تقسم الخمسة؟ نجي نطبق الشرط اللي هو الB بتساوي E في الA الB اللي هي بتساوي الخمسة بتساوي هل هناك عدد صحيح بحيث انه نضرغ الثلاثة يعطينا الناتج خمسة؟ طبعا ما فيه في عدد مثلا اللي هو خمسة على ثلاثة لكن خمسة على ثلاثة لا تنتمي الى زت سو هنقول انه الثلاثة لا تقسم الخمسة